موسيقى الاسم ديالي خاولة حسين من مدينة فاس درست اختصاص تمريد وايضا تسيير مقاولات بدايتي الفنية بدت بعمر صغير كنت كان شارك في المسابقات المدرسية وايضا بالحفلات التي كانت قام بدور الشباب وفي 2011 انتجت اول عمل ديالي اللي هي اغنية اول مراشفتك اللي كانت هادية من الوليدة ديالي اللي قدمتها لمناسبة عيد ميلادي ومن تما بدت البداية المشوار الفني انا سبقه كما كتعرفوا بالليخ ديت لقب ملكة جمال حبل الملوك 2012 وخلاص لم يكن تسهويني الفكرة ديالان انخوض تجارب اخرى لانك تافيت ما هو الا انتطر اللي تقومي بعده باعمال اجتماعية وكتسعاي للفعل الخير وتعرض علي اكيد تعرض علي مصابقات اخرى ولكن انا كان رفض حاليا وتركيزي كله في الميدان الفني خصوصا في الغناء منذ بدايتي الفنية انا كندير انتاج خاص اللي هو داخل فيه الاسرة ديالي اللي كتدعمني مديا ومعنويا لحد ما جاني عرض من واحد شركة شركة الانتاج اللي انتجنا العمل الاخير انتاعي حب كبير وقع سوق تفاهم لانه الناس كانوا عارفين على اساس فاش بديت الاشتغال مع شركة زوم السات اللي هي بقيادة دريس العربي وحرموه كوتار المولودي اول ما بدينا نشتغلوا كنا على اساس العمل غيطرح على طريقة الفيديو كليب بدنا نشتغال شهر ستة 2017 بدنا نشتغلوا على العمل وقررنا انو تصواريكم في شهر 11 من بعد كانوا هما قاموا بالاختيار الموضل اللي غيكون معايا ورسلوا لي الصور ديالو في الخاص من بعد انا فاش بقى اسبوع باش نلتحق بمدينة تونجي باش ندو نشرعوا في العمل كانت فاجئ بالشخص انو ماشيش شخص اللي شفتوا انا في الصور انو هما اقترحوا عليا شخص اخر وجتني صدمة اللي هو الدومة انا ديك الساعة سحبني كاميرا ما تقبلتهاش نهائيا وقلت كيفاش انتو ما عارفين باللي الشخص هذا غيصور معايا ومخليني على اساس عارفة شخص وحدة اخر جاي على اساس ذاك الشخص يعني اكيد ما تقبلتهاش ولغيت المشروع نهائيا ونساحبت مشاركة الانتاج ككل كان غيكون بطل معايا في الفيديو بطل الكليب وكما كيعرفوا المغاربة كاملين اني بغد نادر على فناء انا كمبقى انت مغربية وعندي غيرها على بلادي وكما كيشوفوا انو الدومة واحد الانسان اللي ما كيوصلش صورة ديال الرجل المغربي للشهم والمحترم يعني بدون شرح يعني را راكم فهميني ووصلاتكم يعني من غير من نهدرها بينا ما بغيتش نصور معاه فاش وقع بني وبنوم الخلاف سافي قطعت معاهم العلاقة نهائيا من شهر 11 حتى الاوائل شهر جوج باش تواصلوا معايا وقالوا لي انه غنحطوا الاغنية على طريقة الارتورك ووفقت معاهم الرأي لانه اهوان ليا نحطها بطريقة انا رادية عليها الا نحطها بطريقة انا ما راديةش عليها موسيقى يلي في العمل دي الحاتم ايدار هو انه الاغنية كان شوية فيها بعض الكلمات ليهوما شوية يعني محرجة ولكن كيبقى فنان صوت جميل وعنده صوت ترابي والمغرب كامل كيشهد له بهذا ونتمنى له التوفيق اما بخصوص الفنان سعد المجرد العمل ديله التالي جميل وانا من المستمعين ديل سعد المجرد ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله نشكر سلطانة على الالتفات الطيبة والتغطية الجميلة اللي كتقوم بيها والاهتمام ديلها بأعمالي الفنية وكنشكر الوالدة ديالي اللي ديما مساندني ودعماني وايضا كنشكر الفاند انتاعي ومحبيني اللي كي يتابعوني وان شاء الله نكون عند حزن ضنهم دائما وبالمناسبة نقدم مقطع من اغنيتي حب كبير الجديدة هدية على مجلات سلطانة سمعك تدعي من قلبك نبقى ليك وحدك در وحدة جمعنا واليوم غا نلبسلك لبيض وندير ويد فيد انا اسعد انسانا قل ليش كون يصبرني غير عليك اندر جهدي باش نرضيك غير خليك معايا قبل ما تخرجوا لا تنسوش تابعونا وفلاشين يوتيوب وبارتاجيوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تدير الجم